حكايتي مع فرحة العمر مش عارفة اكمل ومش عارفة اتجاوز ده وتخطوه اللي حصل لي في ليلة فرحة مش قادرة افكر في اي حاجة من ساعتها لحد دلوقتي هل اقدر اتجاوز ده ولا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم محمد ابو مالك اسكندرية ونسها حكايتنا النهاردة لبنت عمرها 26 سنة بتتكلم على لسانها وبتقول انا بنت عمري 26 سنة اتعلمت تعليم متوسط عيشة بيه عارفية محافظتنا مش محافظة كبيرة بس بلد جميلة وانا بحبها اخواتي البنات عندي ثلاثة اتجاوزوا وعندهم اطبال كمان وعندي اخي وحيد اتجاوز وانا اللي فضله يعتبر كده في عمري ده 25 سنة وانا ما اتجاوزتش جي حاجة فيها مشكلة كل الناس بتبصلي بصة وحشة عوية عندنا في البلد وخصوصا لانا اتخطبت مرة ومرتين بس انا مش زنبي ده جالي عريس فكرت اللي انا خلاص بقى اهرب من كل ده وامشي واتجاوز كل ده واتجاوز اه عريس شغال شغلنا مش وحشة ومش كويسة يقدر يفتح بيت قلت خلاص اه هو يعيشني بتايلة بس انا المهم لما بابي شقتنا يتقفل اقدر اعيش مبسوطة وابعد عن اللي انا فيه ونظرة الناس المؤلمة اللي انا تعبت منها المهم خطبني حوالي شهرين ملحيتش اعرفه كويس بس هو كان بيدحك في وشي وبيكلمني كويس قلت خلاص بقى ده اللي انا بتمنى عليه واتجاوز بقى وافرح زي زي بقية البنات وصحباتي اعملنا فرح كبير وكنت مبسوطة قوي وانا لابسة البستان الابيض بس اللي حصل بعد الفرح حاجة خلتني لحد دلوقتي مش قادرة اتجاوز ده او اتخطع لما باب شقتنا تقفل علينا المفروض زي اي عريس بيحضنني بيقول لي كلمة حلوة ده اليوم اللي بتتمنى اي بنت المشكلة لقيته مرة واحدة كأنه بنا ادم غريب مش عارفة هو ده اللي انا كنت مخطباه له ولا لأ دخل اوضه وقفل على نفسه قاعد يعير يا ابني فيه ايه ايه اللي حصل مش قادر يتكلم اتجنيت قلت يمكن انا يمكن فيه حاجة غلط مش عارفة اكلم مين او احكي مين طب الناس اللي هتيجي في الصباحية اقول لهم ايه بس اللي انا فهمته اللي هو عنده مشكلة هل المشكلة دي نفسية اشتركوا في القناة